مع الأسف شديد وأنا تكلمت عن التصفيح هذا انتبهوا يا أخوان انتبهوا الله يرضى عليكم لا تصفحوا أطفالكم خاصة البنات في المغرب وفي تونس وفي الجزائر وفي العراق وفي تفضل شيخ قبل ثلاث سنوات حلمت يعني بأحلام كثيرة بالوزغ يعني أكثر من مرة يجيني أكثر من مرة يهاجمن الوزغ والحمد لله يعني قرأت سورة البقرة بعد قراءتي السورة البقرة يعني صار عندي الحمد لأن قطعت هذه الأحلام المزعجة وصار عندي انتفاخ بالبطن وصار عندي تجشؤ وبال2019 يعني عيني انصابت بالعمى وراجعت كثير من الأطباء على أساس أنه تصلب لويحي ولكن يعني يعني جاني شيخ وقرأ علي والحمد لله طلع من عيني قطة سوداء بالحلم في المنام أي والحمد لله رجع لي النظر بعد انقطاعها بالزمن بعد انقطاعها بالزمن أي نعم يعني تقريبا هو الحد الآن يعني الحمد لله هسا رجعت عندي الرؤية والنظر كله واضح الحمد لله بعدها التزمت بسورة البقرة وصار معاي قلت لك عراض بالانتفاخ بالبطن وأرق ومشاكل كثيرة يعني مع استمراري لسورة البقرة والحمد لله يعني يعني اتبعت الرقية ما لحضرتك يا شيخ واستمريت على الرقية طلع فيه جسمي كدمات زرقاء وثاني يوم من الرقية الجدار طلع فيه ثلاث نقاط دم حمراء ويعني هاي بالحقيقة وبعد هذا الثلاث نقاط نقاط من الدم الحمر على الجدار اللي يمي يعني حلمة حلم اللي هو جندي أمريكي بيده عصى وكأنه يسحرني وأنا أردد واجعلنا من بيني أيديهم مسدن ومن خلفي مسدن فغشينهم فهم لا يبصرون على هذا الجندي الأمريكي وانقلب هذا الجندي تحول إلى حشرة حاولت أقتل هاي الحشرة قفزت على إيدي اليسار وكانت هذه الحشرة كانت ثقيلة وكنت لابسة قميص أخضر وخرجت ضفدعة كبيرة الحجم من الحديقة يعني كان بيتنا مقصوف يعني في الحقيقة هو مقصوف وخرجت ضفدعة كبيرة وانا عندي وشيخ عندي يعني إنه الخطاب يجون وما تتم الخطوبة يعني يعني يريد يتكلمون بس ما يقدرون ينطقون أنت كم عمرت يا هند؟ أنا عمري 28 سنة أنت من العراق؟ إي نعم الوالد والوالدة وين هم؟ الوالد استشهد الله يغفر لي يا رب آمين آمين أرجو أن الكل يدعيها يا هند نعم أنت تعرفين سحر التصفيح؟ أو تسمعين فيه؟ إي نعم سامعة في هذا السحر يعني بعد ما انصابيت قمت أقرأ يعني عن السحر والأعراض اللي تصير إي نعم بأعراض عندك من هذا الشي؟ اللي هو نفور نفور من الرجال البعد مثل شنو يا شيخ؟ يعني كره الرجال كره الشباب بصفة عامة عدم المعاشرة عدم مخالطة المجتمع تأخر في الدورة الشهرية انقطاعها أحيانا تقدمها أحيانا لخبطة من مستقرة نعم نعم صارت معاي طيب هذه الأعراض ساقط شعر غزير جدا اسمعين نعم نعم صارت معاي هذه الأعراض أضف إلى ذلك لو أنت تضررتي بالعين مع كثر الرقية والالتزام مع رقيتك أنت صار لي أشهر يعني كثيرة والله يعني أقرأ الرقية ملتزمة جدا والحمد لله يعني شفت أثرها واضح بس يعني أعاني يعني ما ماكو أحد لا إن شاء الله إن شاء الله راح تستفيدين بمشأة الله أنتوا شفتوا يا جماعة الخير اللي قاعد يسير الحمد لله رب العالمين هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضلكم وإنتوا ودعمكم زي الأخت الآن في العراق ربما ما يكون في راكي عندهم أو ربما ما يكون في راكي ولكنه يكذب لأن القصف اللي شفتيه بالمنام وقع حقيقة هذا يدل على أنا ما شفت قصف بالمنام هو القصف حقيقي أي قصف حقيقي لكن أنت شفتي جندي أمريكي يؤذي نعم 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 كان يسحرني وبيد عصا وأنا أقول وجعلنا من بين أيديهم سدًا وخلفهم سدًا فأغشينا وفهمنا يبصرون وتحول إلى حشرة وهذه الحشرة كانت ثقيلة جدًا وصارت على إيدي اليسار عندك مشاكل الآن عندك مشاكل الآن بالجنب الأيسر؟ أي نعم أنا كان عندي في الجنب الأيسر مشاكل والحمد لله يعني مع استمر سورة البقرة زالت نعم طيب الحمد لله طيب شوفي يا هند نعم أبشري أبشري بالخير أو شيء أسأل الله أني شفيت يعجل بالشفاء ويرزقك الزوج الصالح آمين أني بفضل الله ثم بفضل هذا الرجل تستمر الحياة وتكنين إلى حال أفضل بقول لك شيء الرؤية خلاص انتهى هذا واضح أنه في أذى وقع وزان وقع وزان من فضل الله وكذلك ربما أنه يكون فيه لأنه أحيانا معلسف شديد وأنا اتكلمت عن التصفيح هذا انتبهوا يا أخوان انتبهوا الله يرضى عليكم لا تصفحوا أطفالكم خاصة للبنات في المغرب وفي تونس وفي الجزائر وفي العراق وفي بعض الدول العربية عندنا الحمد لله في سعودية تقريبا لا تقريبا ما في أو شفهم معدوم ما في لا غير موجود لكنه موجود في الدول اللي أنا ذكرتهم تقريبا هم يخافون على بناتهم يصفحونهم تم تموت الجدة وتموت الأم وتبقى البنت مصفحة تبقى البنت هذه مسحورة والسبب في سحرها أمها سحرتها حتى لا يتعرضها أحد من الرجال حتى تقبر ثم تتزوج فهم يخطؤون يبغون يفكون السحر ما يعرفون أو تموت ويبقى السحر مع البنت أو يتحول إلى عاشق ومؤذي مس عاشق أو مس أرحام يعطل عليها رزقها ويعطل عليها أشياء ويؤذيها بأرحامها ويؤذيها بأرحامها زي ما حدث مع علاقة الهند وغيرها أنه يصير عندها الدورة ملغبطة يصير فيها تعدد خطاب أحيانا تتزوج تنفصل طيب الحل يا هند الحين أنا أعطيش طريقة طبقي هذا الشي استمري عليه أضيفي عليه ما شأتي لكن يهمني أنا الطبقين هذا الشيء اللي أنا بقوله الآن يقولوا شو التصفيح التصفيح أنه تسحر البنت هي صغيرة يوضع لها سحر يمنعها من اعتداء الشباب في سن مراهقة أو ما تقرب الأولاد أو ما تحب العشرة أو ما تحب تتزوج حتى تكبروا ثم يشير تصفيح ويزوجونها اللي هو منعها من الاختلاط مع الشراب لكن هذا غير مجزي أبدا انصح رب كذا وكل الله سبحانه وتعالى غير كذا ما عندك شيء جيبي زيت زيتون وماء الماء هذا يوميا قبل النوم تقرأين فيه سورة الفاتحة والزلزلة وتقرأين الآية اللي بقول عليها الآن أعوذ بالله من الشيطار الجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثلوا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار بعدين تقولين قل أعوذ بالرب الفلق الفاتحة الزلزلة الآية هذه قل أعوذ بالرب الفلق تنفذين بالماء وتشربينها ليليا بدون انقطاع ليليا بدون انقطاع تشربينها قبل لا تنامين تاخدين كاس تشربين وتقرأين على اللي ذكرت واضح؟ واضح تجيبين زيت زيتون وتقرأين على صورة الفاتحة وصورة الزلزلة وآية الكرسي والمعوذتين وتنفذين بزيت الزيتون وتبدين تدهنين منطقة الأرحام وخاصة منطقة السرة ومنطقة الأرحام كاملة الحوض كامل مع منطقة السرة تحطين فيه زيت زيتون ليليا قبل النوم تدهنين وتشربين الماء وتنامين مهما شفتي من منامات مزعجة أو ثقل بالجسم أو جروح أو كدمات أو أي أذى أو إرهاق لا تلتفتين عليه أهلا نيسار الغامدي لا تلتفتين عليه ولا تهتمين استمري بدون التوقف واضح واضح يا شيخ الشيخي العزيز يوم 27 اللي هي ليلة القدر ونسأل الله أن تكون كذلك يعني قرأت ودعيت وبتشيت وبحرقة وثاني يوم تكرموا يكرم السامعين يكرمون كلهم نزل من عندي قطعة يعني يعني خفت منها جدا جدا خفت قطعة كأنه قطعة لحم بالمنام لا لا بالحقيقة احمد الله سواء بالمنام أو بالواقع هذا شر وأزاله الله احمد الله وراح ينقطع بالله الحمد لله وشكرا وراح ينقطع الأذى طب قلقنا عليه وحاولي تتنقعين في الماء والملح إذا استطعت لو مرة في الأسبوع نصف ساعة فقط مي وملح يعني بدون أي قراءة إلا قراءت سورتيفات حوزازلة مهمة جدا بالمع إن شاء الله